تمانية وتمانين طيب كانت علاقتك ايه بالكابتن صالح سيان ده علاقة قوية جداً احبيني جداً زعل علاقة جداً وهو اللي خد قرار علاجي بره في ثانية طيب انت فاكر لما راهنت الكابتن صالح علاماتش انك محلة هتجيب جول فيه قلت له هنكسب ثلاثة واحد وانا هجيب اول جول كسبنا ثلاثة واحد وجبت انا اول جول بعد الماتش ابيلت وقال لك ايه قال لي ايه لازمته الجول اللي دخل ده بتلو كسبانين تادا واحد في المحلة قال لي ما كان شريف اي لازم تجول اللي دخل ده طيب في واحد من حبيبك اوي كان من جيلك كان دمه خفيف اوي معانا محمد حشيش هيقول ايه اه طبعاً ونرجع تاني نحل الكلام طبعاً فضل ابو حميد شريف طبعاً كان من اللعيبة المميزة جداً جداً كونج شمال او بلغة العصر بقى دلوقتي طرف شمال عنده نادر انك تلاقي لعيب يعني متكامل عنده جميع موصفات اللعيب العالي والمميز شريف كان بلعب ناحية الشمال بس كان رجل الشيء وهو مش اشول بس بيجيد الشمال واليمين عنده ميزات كبيرة جداً جداً من اهمها طبعاً شريف كان سريع جداً وقوي وكان بيرقص بسرعاته ونادر ان تلاقي حد عنده جرأة ان يرقص بسرعاته يروح للمنافس ويرقصه ويعدي منه اللي احنا الميزة دي اللي احنا بندور عليها دلوقتي اللي هي بتعمل الفارق انها بتفتح المساحات وبتدي فرص للفراود انهم يهدفوا وفراته من الشمال ومن اليمين احيان كان بلعب طبعاً من ناحية اليمين وكان بلعب راس حربة شريف كمان كان مميز به التصويب كان بشوت من اي حتة سواء كور متحركة او كور سابتة بيجيد الاتنين بقوة عنده كمان ميزة تالتة او رابعة وهي ضربات الرأس شفنا له اهداف كتير جداً من ضربات الرأس سواء من الطاير بيلعب كورة بدماغه في الجون او الجنب من السبات باضافة للكلام ده كله شريف عنده الشخصية القيادية حماسه وحبه الكبير للنادي الاهلي وعشقه للنادي الاهلي كان دايماً على طول في حماس ان ما انفعش الفرقة تتعادل او تتغلب كان دايماً متحمس وكان دايماً بيحمس اللعبة في الملعب وكان بيديهم الثقة طبعاً شريف يعني للأسف الاصابة او الحادثة اللي عينة اللي حصلت له يمكن هي اللي عجلت بانه يبطل الكورة انا في اعتقادي شريف لو مكادش الحادثة دي وكان كامل والأسف يعني كانت جات في اعلى مستوى لي يعني حصلت له الحادثة دي هو في اعلى مستوى لي كان ممكن امكانياته دي كان ممكن تلعبه في اي حتة برا وكان ممكن يحترف بسهولة ان ستايل لعبه وطريقته وامكانياته كانت تناسب اللعب في اكبر الدوريات برا يعني مقدرش اتكلم عن شريف لو عادتك كلم هتكلم كتير قوي انا بحبك جداً جداً على المستوى الشخصي وبقولك يريد ترجع طبعاً تمسك حاجة في النادي الاهلي لان النادي الاهلي مش هيلاقي حد اكتر منك بيعشق وبيحب النادي الاهلي وبيدافع النادي الاهلي في حتة وانت طبعاً خبرات كبيرة في مجال الكورة ورجل محبوب الحقيقة من الجميع فأتمنى ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي طبعاً عارف انت موجود في خناة الاهلي كمحلل طبعاً من محللين الكبار انما انا اتمنى انك تمسك يعني منصب ان شاء الله قريب في النادي الاهلي وتعود شوية الوقت القصير اللي انت يعني قضيته كلاعب وان شاء الله تكمل في منصب كبير لان انت اهل الكده دفع كامل حجيش ان شاء الله كده انا هروح للبيت النادي لعيب شيك قوي كان في الملعب محسناش بيه خالص اداء ثابت لعب شوية مع مارها امام ولعب شوية مع محمود صالح ادي اللي انت كنت بتتكلم فيه ناشئين النادي الاهلي تربى في النادي الاهلي في اجدار النادي الاهلي لعب النادي الاهلي وخرج احترف في تونس لما تقدوا رجع اه لقي علاقه الى حد النهاردة به قويه جدا كلنا يعني صلاح نسأل علي على طول وهو كان عدو معنا هنا في التحليل برضو مازال يعني اه كلام اللي قاله ده يعني كلام من القلب بيقوله اخ الاخو يعني واتمنى في يوم الايام ان انا اقدر اردله الكلام الجميل اللي قاله ده شكرا